صباح الخيرات مجدداً لكم مشاهدينا أينما كنتم وفي واحدة من أهم إطلالاتنا الصباحية لهذا اليوم سنكون مع وصفة جديدة في مطبخ صباحكم أجمل نتعرف على هذه الوصفة مع صفاء والشفتهاني اليوم صفاء دورك تروح للمطاق وما لحقت حتى تعرف إيش الوصفة خلونا نروح لشفتهاني نشوف إيش الوصفة أنت عرفتي نتقي فيك مارحة ماشي خلاص خلونا نروح لشفتهاني ونشوف إيش الوصفة وكما طريقة الإعداد صباح الخير شفت هاني صباح الفل والورد يسمي الشوت هذا بيتحلق حمد لله سلامتك صباح الخيرات سماع صباح الخيرات على المشاهدين إن شاء الله نهار سايد علينا وعليهم يا رب نعم اش وصفتنا اليوم أنا وارحب تعرفها اليوم رح نعمل وصفتين أول وصفة شفان كثير طيب وكثير صون الناس يعني يتعامل معه أكتر تعرفوا على إنه وش كثير مفيد ونفس الوقات استعمال وسهل ومش مش غالي أبدا يعني مهم شو هي أصنا الوصفة؟ رح نعمل مخبوز الشوفان مع التفاح مهم الولبكت اود مع التفاح تمام وصفة كثير سهلة عملنا شباحة مرة بالتمر نعم مخبوزة التمر مخبوزة التمر هاي شباحة شوي شوي فيه التغيير بالمخدير محلو كمان بالفرن؟ بالفرن أكيد اليوم رح حكي لكم شو سبب في التغيير ممكن ماذا؟ في أسباب سبب وجود التفاح أول شي بنا نحكي عن مكوناته اليوم مكوناته بالأكيد بالتأكيد تفاح عندي تقريباً ثلاث حبات تفاح كبار مقطعين الحجم المتوسط ما حبت أكترهم كتير وعصرنا عليهم عصرة لمون حتى نحافظ على لونهم يعني عصرة اللمون هون الهدف منها إنه إذا بدأ فرم التفاح من قبل فترين أول شي بدأ فيه رح يتغير لونه صح أو عادة التفاح سريع التأكست رح يتغير لونه يفضل أعصر عليه عصرة لمون بسيطة يعني تقريباً ما على أوحده مجميل ما يتغير لونه هاي بقيلونه كما هو تقريباً أنا إلي نص ساعة مفرما بقيلونه كما هو هلا عصرة اللمون بس لهذا الهدف البطاطا كمان تتغير شوية البطاطا قولي فيه ممكن حط عليها شوية بالماء بالماء بس البيتنجان منحط عليه أنا بحط عليه برضو لمون فيه غلط لتتأكست بسرعة البطنجان زي الموز كمان يتأكست بسرعة الموز بس ما نحط عليه ما نحط عليه صح إذا الوصفة ممكن بالحلوية تستعمل شوية لمون اليوم الشوفان عندي كوبين شوفان مطحونين يعني نقول شوي نعم مكتير نعم بيكون من بعض يسوق بهذا الشكل وبدي كوب الحب الكاملة ما هي الفكرة في أنه يكون نصه مطحون ونصه لأه؟ هلا بتكون متماسكة أكتر يعني عادة الشوفان بتكون قوام الكيكة شوي بهرهر أو قوام المخبوض فأنا عشان أحصل على نكهة أو سكتشر تبع الشوفان الحب الكامل تميه مخلط كميتين ولحتى أحصل على تماسك الكيكة بالمطحون أنا نفسه هذا طحنته عندي محضر الطعام ضربته فيه طحنته شوي نعمته بهذا الشكل هلا فيه بين بعض السوق طحين طحين بيكون ناعم كتير فأنا بفضل أن أحس بالشوفان في الوصفة ما بحب أستعمل بودر نعم إلا بيستعملوه بالخبز هذا طحنته شوفان بيعملوه بخلطة معينة بضغفوها عن نوع أنواع خبز معينة صارين استعملوها بطريقة هلثية وفيه كمال نفسه يعني في السوق نفس الموضع دائم فيه المعلب بيكون بهذا الشكل هذا المهم ما بيكون حبة كاملة محتاجة لنصف كوب زيت نباتي عندي ثلاث أربع كوب زيت حليب زيت حليب ثائل نعم محتاجين سكر بني ثلاث أربع الكوب بالإضافة لجوز العين الجمال بطيم المادة الرافعة عنتي معلقة كبيرة باكينج بودر نص معلقة صغيرة باكينج صودا ومعلقة صغيرة رفبة بالإضافة لرشة ملح جميل يعني متحمسة أنا صراحة لهذه الوصفة أنت كثير حبتيها شوفان مع التمرلح وهذا كمان بشكل أحب أي حاجة فيها شوفان جدا صحية وهي تعتبر من الكريبوهيدرات المعقدة جدا من أفضل مصادر الكريبوهيدرات عموما هي والكينوة دعونا نعيد عليكم المقادير اللي هتظهر على الشاشة مشاهدينا ومقادير وصفة مخبوز الشوفان بالتفاح وجوز الهند طيب اثنين بيتين ملعقة صغيرة فانيلا وملعقة صغيرة قرفة ثلاث أربع كوب حليب نص كوب زيت ثلاثة أربع كوب سكر بني وكوبين تفاح مقطع عصرة ليمونة وكوبين شوفان مطحون كوب شوفان حبة كاملة وملعقة كبيرة بيكينج بودر نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودة وكوب جوز أو عين الجمل كما يسمى أيضا رشة ملح جميل انه حتكون نفس الخلطة اللي فاتت انه مش مهم الترتيب ويعني كله مع بعضه ولا مهم الترتيب لا مش نفس الطريقة مهم الترتيب بس اللهم يعني بدنا نحاول نخفق البيض شوي لحتى عادة الصفار البيض وبيض البيض مش سهل اوقات يمتزجوا بس بحاول امزجهم لحالهم بالأول شوي بعدين بضيف ماء تلت عندي اول شي بضبطة ببطين زي ما قلنا ببطين يعني أنا شوي حجمهم كبير سكر البني يعني ليش هذا النوع بذات بجلتن أو بينشف حتى بينشف بسرعة لأنا لو تركته خمس دقايق رح يجف سطح السكر يعني في نوع سكر بني بس يعني عادي ينترك حتى مصطوح اللي هو بيكون جاف ما بيكون رطب في بيكون سكر بني نفس قوام السكر الأبيض بيكون نثري يعني أكتر منه هذا بيكون رطب بيكون لزق بعضه هذا الرطب بيكون رطب يعني ممكن نقل لهم سكر بني رطب رطب هل بدك تقولي بدي سكر بني جاف أو سكر بني جاف هذا بيفرق هذا بيعطيني نتيجة مختلفة عن السكر الجاف هذا بيعطيني علكة بيعطيني رطوبة للكيكا أو الكوكيز اللي بدي استعملوا فيه لا فهم السكر البني عادي بشوه السكر العادي يعني ما في فرق بس اللون ما في فرق لأ طيب ننضيف السكر البني أنا شوي بشوف كيف بس فقصت الصفار و لعن البياض شوي نخفقهم شوي ننضيف كمان الزيت ونا تلبت أربع أو سوري نصف كوب زيت عندي ثلاثة أربع كوب حليب هلأ الوصفة للتمر كانت كوب لبن زبادي وكان كله كوب كوب تقريباً وكانت ثلاثة أربع كوب زيت هم صح هلأ الفرق هون أنا قللت السوائل شوي لأنه عندي تفاح التفاح رح يعطيني مي رح يرخي عندي مي فلحت هيك خففت شوي السوائل يعني أنه نفس كمية البيض رح أخذ سوائل في الخليط من التفاح دغري أول ما يلامس التفاح السكر رح يرخي عندي المي فلحت هيك أنا قللت السوائل شوي لحتى ما تطلع معي الكيكا رخوة جزيعتي يعني نقول ننضيف الحليل زي ما قلنا ثلاثة أربع كوب حليل ممكن إذا طلعت معي رخوة إذا حاولت أستعمل نفس بقدير المخبوط التمر ممكن أزدي شوي الشوفان هلأ هذه النتيجة بتطلع عندي نتيجة مثالية شوي نخفق السكر مع الحليب نضيف القرفة زي ما قلنا القرفة ده ما نلابق مع السكر بطلع طعمة طيبة أنا هيك عندي المواد السائلة جاهزة هلأ جاهزة لحتى أنا أنزل عليها التفاح هلأ بدأ استعمل السباتيولا ومعلقة نشد الشبك أغلبك ننزل التفاح نحركه شوي هذا الشكل صار الآن زي ما قلت تشوفان يستعمل كثير في كثير أطباق خاصة للناس بالحلوب المالح بالحلوب المالح صح تعمل الوصفات صحية أكتر نعم وصار برضو الشوفان كان زمان ممتدى كانت تقريبا ماركة واحدة بالسوق معروف إنه هذا الشوفان الآن كله بيبعش معروف حتى الشوفان بتلاقيها محلات من نقول السمانة ومحلات المواد التمويني يعني بيبعلك يا بالكيلو حلل نعم زمان كمان لاقي إلا معلب والمجمل كمان بسيطة نعتبر ثمن وشوي غالي الآن الحلل بالكيلو كتير سعره أرخص صحيح رمضانية اليمنية ضفنا باكينغ 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 سودا نضيف كمان رشة ملح نربع معلقة كمية بسيطة طبعا الباكينغ سودا تعمل على أنها تنفش العموما المخبوزة أو الكيك بالعرض الباكينغ باودر بالطول صح ولا لا لا شو في الشكلين نفس الشيء بيرفع الكيك الى فوق دائما الحرارة بتكون من فوق ترفع الكيك الى فوق من تحت سوري الطب شو الفرق ما بين السوداع الباكينغ سودة musi کنغ باودر النفس الباكينغ سودا بس مخلط يكون مع سكر ناعم بس المفimagin mash ما محتاجين نستعمل المكسرت الثقيلة فيها حشوات زي طفاع المكسرات اللي تمر مثلا في الحالة تلاحظ بس تعمله بكمية أكبر الكاكات العادية نقول كاكت برطقا كاكت ليمون اللي ما فيها حشوات ومحتاج أن نستعمل باكينج بصودة إلا ممكن يعني لحتى تحصل على نتيجة مثالي ممكن حط براس المعلقة يدوب ربع المعلقة صحيح فقط مرة بسيطة الكمية لأنها مفعولها قوي هلا الباكينج بودو الباكينج بصودة عادة بيشتغلوا بالقواعد حمضية لازم يكون في حمض وحرارة مع بعض يعني الحمض يع يعني عادة لما يكون في باكينج بودو منحط خل أو منحط لمون كتير بتعطينا نتيجة أفضل من الزبادي مبتن كمان الزبادي برضو فيه حموضة منحط المواد الجافة اللي هي الشوفان ثلاثة أكواب مع معلقة كبيرة باكينج بودر مع نصف معلقة صغيرة باكينج سودا بالإضافة لرشة الملح منقلبه بهاي الطريقة الجوز هيكون على الوجه؟ شوف أنا بدأ أكسر شوي وبدأ أضيف شي على الوجه عشان يطلع معي جوه الكيكة وعلى الوجه كمان لحتى يكون شكلها أجمل نضيف شوف أنت لحظي أماعي الخليط رخو من الدفاح الدفاح أعطاني سواء اللي زيادة شوي ممكن يبقى رخو كمان أكثر بما أنه الدفاح هيزبت داخل الفرن كل ما تركت فترة أطول بالسكر رح يعطيني مية أكتر أقصد داخل الفرن كمان ممكن يذبل شوي رح يذبل وأكيد رح يذبل معي من الحرارة رح يذبل حكون الخليط أكثر ركوبة بس النطج مش كان مش رح يعطيني نطج يعني التفاح رح أحس فيه فتمي يعني ما ما رح يدوب لأنا جمالي عملت قطعة كبيرة رح يكون قوام رح يضلني حسب قوام التفاح في داخل المخبوز أي نوع تفاح مشموعة أي نوع تفاح أنا استعملت اليوم نوع عنا بقلوله زبداني بيكون هيك أحمر فاتح مع شوية أصفر بفضله بالمخبوزات أكثر من الأمريكي بقلوله الأحمر ولا أه عادة أنا ذاكرا كون مبرد يعني أنا مقلبت مرة بالتفاح الأحمر أتفاجأت لما فتحت لقيتها بني وللأسف فهم بالتصوير حاولت أخذ الكمية الصالحة بكون مبردينه لفترات طويلة فإنه صار لونها بني فيفضل نستعمل المنتوج المحلي يكون أفضل أي منتوج من الفواكه أو الخضار حتى المحلي يكون يعطيني نتيجة أفضل للمستورد بضمان إنه مش مبرد فصاني عندنا التفاح اليمني يعني كله ونتجات فاخرة الفواكه إجمال لعندكم كلها فاخرة نستعمل اليوم هذول المسلحون نحط بالفرون زي الفخاريات هاي رح ندهمها شوي زيت هذا الشكل اللي ما عندوش لهذا الأطباق ممكن تطبق واحد عادي ممكن صنية كبيرة ممكن في البايريكس الزجاجي ممكن في صنية عادية ممكن يقطعها بعدين إذا حت تقطع تتقطع بعدين تتقطع أكيدا هيك ممكن نعملها حصص إحنا كلها تحصها أي صح يعني مرة الماضي عملنا بفخار كان أكبر شوي بصفي إنه شو متوفر عندك أوعية ممكن نستعملها المهم إنها تتخارع الفرون يترى لو حطيناها بالمكروي شو رعيب هلا أنا بعمل كيك بالميكروب بيزبط أنا لو بيزبط طمع الكيك بيطلع ممتاز معي بالميكروب أكثر من بيزبط منحطه بس كم حيحتاج الدقائر ما بيأخذ كثير يعني السحن ممكن يأخذ معي دقيقة ونصف بس مش زي هلا أنا الكيك بحطه بالمج نفس خليطة الكيك العادي بعمله تغطى واحدة كفاية بحطه بالمجات ويعطيني نتيجة أفضل هلا عادة الأفران الميكروب شبه الفرن الكهرباء لما يكون الفرن كهرباء بوزع الحرارة بالتساور فوقه تحت هلا الميكروب شبه نفس الطريقة بيعطيني توزيع في الحرارة فوقه تحت فتطلع نتيجة الكيكة أفضل لما أعمل الكيك بالفرن عادة كثير منفخ معي لأنه الحرارة دائما منتحت فزي ما قلت دفع الباكينج بودر بكون من أسفل فإلا يعمل معي المنظر كثير عالي لما أخبز بالفرن الكهرباء ما بيعطيني هذا العلو الزايد بالكيك ترتفع بشكل متساوط تعطيني تقريبا سطح مستوي لما ترتفع كثير كمان وناسب يعني الواحد لو سيسوي بس يعني يشتي خاور كيكة كذا سريع بسرعة ممكن بالميكروب كم دقيقة ممكن هلأ أنا بحط بيضة بحط بيضة مثلا شوية زيت طمع شوية حليبة وشوية دقيقة أيها شوية دقيقة لحتى تتمسك معي ببشر لي مثلا شوية بردان شوية لمون بحطة بالميكروب يعني تضبط مع أكتر من ما إنها حصت في الفرن يعني عادة بالفرن لازم يكون في المقدير شوية أدق يعني هيك أنا عندي وزعناهم بالسحون هاي اللي هي زي الفخار شامل نحن عبيناها تقريبا كذا صح ولا لا يعني تقريبا مليا مش هينفخ معي كتير شوفان ما بينفخ معي هلأ من نكون طبعا محمين الفرن على درجة حرارة 180 كالعادة دائما المخبوزات إجمالا 180 رح تأخذ معي بجوز بالماكسما 25 دقيقة لأنه أصن الأوعية الصغيرة رح نحط على الرف المتوسط ما مننا نقربها كثيرا يعني حجم الوعاء يدخل برضو في حساب الوقت أكيد إذا كانت الوعاء الكبير رح يأخذ معي طريقة أكتر إذا خلونا إذن نستنى النتيجة ونروح لفاصل ونعود لنستكمل معكم صباحكم أجمل إذن الآن في وقفة جديدة مع مطبخ صباحكم أجمل رح نتعرف على الوصفة الثانية مع صفاء وشفتهاني نعم أنا كمان لا أعرف الوصفة الثانية بس دعونا نروح لنشوفها كمان يعني إحنا حذرنا مخبوزة شفان بالتفاح يعني متحمسة للنتيجة وخايفة كمان ماذا يزح لك؟ كيف تأخذني؟ أخير مرة تلبسة أخير مرة أخير مرة أخير مرة أخير مرة الوصفة الثانية اليوم وصفة صحية نقول ليس بإمتياز فقط إمتياز جدا جدا من المشروبات المفيدة جدا للصحة بوصفها الناس بالذات في فصل الشتاء اللي هو الحليب الذهبي هو عبارة عن بصراحة ذهب لازم كل الناس تشربوا وتتعامل معو اللي هو الحليب بالكركم والزنجبيل طبعا اللون الذهبي ماخدينه إحنا من الكركم يا سلام الكركم زي ما إحنا شايفينه اليوم استعملينه اللي هو الطازة كون عبارة عن جذور بيشبه الزنجبيل بهذا الشكل مش الكل بيعرفه مش الكل بيعرفه مش الكل بيعرفه عادة معروف بالبودر هلا البودر مش كتير دائما يعني مش دائما بيكون نقول صحي أو تكون أصلي عادة بيكون خلطينه مع أصباغ بيكون خلطينه مع مواد تاني لحتى يكتروا بس يفضل في الحليب الذهبي لحتى نكون صحيين أكتر منظمة نتيجة أفضل نستعمل الكركم الطازة بيكون بهذا الشكل على شكل جذور جميل لو طورتك سري طبعا هو طري كتير آه بيكون بهذا الشكل برتقالي حتى لو نمشي كثير أصفر بيكون برتقالي بيعطني بس في لما نستعمل وطنا في الطبيق في الحليب رح يعطيني لون الأصفر بيكون بهذا الشكل رح نستعمل معه الحليب عندي هون بصراحة أنا بالمقادير حط كوبين بتحط أنا ثلاث أكواب حليب حليب بقري استعملنا كامل الدسم يفضل يكون كامل الدسم بأنه صحي ما بنا ناخد اللي هو قليل الدسم أو خالي الدسم لأنه هاي الوصفة محتاجة لدهن لازم يكون في دهون هناخده من الحليب اليوم الدهون كامل الدسم عندي كمان الزنجبيل الجذور اللي هي الطازز بهذا الشكل الكل بيعرفها الأغلب الزنجبيل معروف أكتر بيستعمل في الطبيق أكتر ومشهور أكتر رح نستعمل العسل للتحلية وهذا هو الزنجبيل والكركم بعد ما تحنتي هنا بشرنا تقريبا معلقة كبيرة من كل نوع حتى أحصل على نتيجة أفضل تمام محتاجين لرشة فلفل أسود نعم وعسل العسل طبعا للتحلية تمام يعني نرجع نعود ونذكركم بالمقادير وشاهدين حتى تظهر على الشاشة طيب كوبين حليب وملعقة كبيرة كوركم مبشور ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور يعني لازم يكون طازة ورشة فلفل أسود وللتحلية حنستخدم العسل نعني نضم هذا ضمن مشروبات الشتاء شفتها هاني لازم لازم يكون على القائمة نعم مشروبات الشتاء هلأ ممكن لأول مرة حيسمعوا بهذا المشروب هلأ أشوفه عادة بينعمل نغلي الحليب بهذه المكونات بس أنا بالبيت بعمل بالعكس بغليه بماء بغلي الكوكم والزنجبيل بماء دائما عندي لكون ستاندر بضيف عليه الحليب أما الحليب اللي هون مبخر أو ممكن حليب بودر حليب مبخر تمام يعني روحه أطول أو بعيش أكثر عندي بالتلاجة من ما يكون مع حليب عادة الحليب سريع يفسد معي فالحتى هيك بفضل لحتى أكون متشجعة عادة الناس بتكون متكسلة إنه كل يوم تغلي أو مثلا تقوم تعمل الحليب هذا أو أي مشروب جمالا صحي سواء أعشاب أو شو ما كان أنا أوقات بعمل كمية وبحطها بالتلاجة بتحطي مية وبغلي الزنجبيل والكركم معمان في ماء وضيف عليه الحليب وقت الشرب إما الحليب مكثف أو مبخر أو ممكن حليب العادم حليب المركز يعني إحنا اللي هو المبخر مع الشاي شاي العدني ممكن آه تمام ومنضيف عليه الحليب هيك بتكون روحه أطول بس من نشوف إحنا نحكي لكم الطريقة الأصلية كيف يستعملوه أول شي من نضيف الحليب ونستعمل أي طنجرة أي شي عنا ممكن نحطه على النار ونحط فيه الحليب هو كوبين أو ثلاثة شي بثاني هو سلة مكونات على فكرة وتحلايل العسل أربعة سورية لا أقصد الحليب كم كوب هذا زي الفخارة الحليب كم كوب ثلاث أكواب ثلاث أكواب شو ركز معك أبدا أنا ديو بس عندي ثلاث أكواب أنا بمقدير حط كوبين بس طمام نضعف أد ما بدنا طبعا زي ما قلت لكم كابن الدسم أنا استعملت لهم حليب بقري ممكن نستعمل حليب لوز اللي بحب يستغنى عن حليب لوز حليب لوز الآن بشار كثير آه صح ممكن حليب جوز الهند لأ في ناس مثلا ما بفضلوا أو في عندهم مثلا حسسين معين من الحليب ممكن يستعملون حليب لوز أو حليب جوز الهند فيه دسم يعطيني نفس النتيجة طبعا زي ما قلنا أنا عندي هون بشرت الزنجبيل والكركم نستنى شوية في الحليب الأشياء نحك لكم عن الفوائد تبع الكركم الكركم معروف مادة الكركمين هاي المادة طبعا معروفة كثير اللي هي فيها مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة طبعا هي بتساهم كثير في مقاومة الأمراض خصوصة الأرض للسرطان السرطان وبتجدد الخلايا بتساهم يعني بتعاكس عمل تلف الخلايا بتقاوم تلف الخلايا فالحتى هيك كويس هي بمقاومة السرطان مقاومة الزهايمر زهايمر والشيخوخة إجمالا بحافظ على خلايا الدماغ وخلايا الجسم بشكل عام بالإضافة إنه هو مادة بتساعد أن الواحد يحس السعادة بتتعطيني مادة الكركمين بتساعد على إفراز هرمون الدوبامين والسيروتون اللي هو هرمونات السعادة بقولها هذي كمان تبرزها الشوكالات السوداء فعليا شوكالات السوداء مادة شوكالات السوداء مضبوط بالإضافة لهذا كمان بساعد على تجديد الكبد والمحافظة وتنظيف الكبد في الكثير فوائد كمان بحافظ على خلايا القلب وعلى توسيع الأوعية الدموية يعني فوائد لا تحد ولا تعد ولا تحصى بالإضافة إنه ضفنا الزنجبيل اليوم إنه بحافظ على خلايا الريئة مثلا دائما معروف لما يكون عنا سعلى لما يكون عنا أي مرض أي التهاب في الجسم لازم نستعمل الكركم والزنجبيل من المضادات الأكسدين الممتازة اللي مش لازم نستغني عنها نعم ويستعمل كثير كمان في الشتات عطيتين حصة ممتازة في التغذية طبعا الفلفل الأسود هم بجوز يستغل أنا أضيفه في رشة فلفل أسود فلفل الأسود مادة مش هاش بقولولها بيبر مادة فلفل الأسود محفظتها بتساعدني عمتصاء على استفادة من مادة الكركمي نعم فلازم نحط رشة بسيطة يعني نحن نحس بمادة الفلفل الأسود يعني حتى ما يحب يشرب فلفل أسود ممكن أبلع حبتين فلفل أسود من الحب الصحيح اللي قبل الطحن نعطينا نفس النتيجة المهم لازم نضيف الفلفل أسود لحتى استفيد أكتر من مادة الكركمي الآن نضيف الزنجبيل والكركمي المبروج شب أنا أعطاني نتيجة ضغري راح نغلي شوية اللون صح طبعاً هو كتير يصبغ يعني الفضل أنه عندما نبشره نستعمل أي سطح ممكن يصبغي أنا حتى عندي صبغ سطح المطبخ عندي يستعمل كثير جدا الكركمي في يتحط على البشرعة كقناع يعني اليمنيات بشكل كبير بيستعملوا صح بي ممكن يعني يلون الوش شوية ويلون الوجه ولكن يعني بعد فترة بيروح أنا بغسل بعدي بشوية غسول وجه أو أي صبونة مثلا أو شامبو عندي بروح الصفاري يعني أنا صار معي ويصار أصفر فروح الدغري غسلت بصابونة أو شامبو للبشرة ممكن يفضل أو بيروح الصفاري يعني مستفدت شوي من مالكتل شوف أنا كل ما غيلي أكتر راح يعطيني يعني شوف كيف فيه ثبوت أو نقط الصفار فيها أكتر من جهات طبعا كل ما غيلي معي راح يعطيني نتيجة ويحطيني لون أغمى طبعا لازم نصفي قبل ما نشربه نحطها اللي نضيف رشدة الفيف الأسود يعني زي ما احنا شايفين يضوب ربع معلقة يغلى يقدم ساخن طبعا يفضل بطلع أطياب منصفي قبل ما نسكب في الكسات لحتى أتخلص من هاي الشوائبل سواء قشور الكركم أو قشور الزنجبيل وحتى حبات الفيف الأسود ومنحلي طبعا وقت التقديم وقت التقديم بالعسل خلص كده نستنى بس يغلى ونصفي لحتى نسكبه بالكسات نستنى يغلى ونشوف كمان الشكل النهائي لطبقة المحذرة داخل الفرن فاصل قصير ونكمل معكم صباحكم أجمل خليكم معنا الجولة الأخيرة والمحطة الأخيرة ستكون معنا في مطبخ صباحكم أجمل سنذهب عند شفتهاني حتى نشوف شكل النهائي لهذا الصباح يلا صفاء اليوم لا يوجد روائح كثير على فكرة لا ممكن شوي رحة القرفة إذا ركزنا في رحة القرفة اليوم زنجبيل الكركم شميتهم يعطيك ألف عكية زنجبيل الكركم لهم مكهة أكثر من الريحة صحيح يعني الرواحة الفواحة عندنا هنا القرفة أما زنجبيل الكركم ليس كثير الآن شميتهم أنا بزيادة مثل أنت شوي المخبوز بأي شيء الآن رحينا على سكرنا لا يمكننا استعمال توفي الكراميل ممكن نستغني عنهم لأننا نضع كمية سكر مناسبة كاسة لربع مناسبة للحلاة إذا أريد أن تضع مثلاً أزين بالتوفي يفضل أقل للسكر يعني نصف كاسة كافية تمام وطبعاً الحليب الدهبي جاهز جميل السلام عليكم كما قلنا دهبي يعني أنا أستعدة فعلياً أن يجرب هذا ومتحملها فعلياً يا لذيب طعامة الكركم طيبة جميلة فعلاً فعلاً خاصة الكركم الطازج أعطيك ألف عافية شفتهاني اليوم وصفات شتوية بامتياز يعني مخبوز وصحية وامتياز أيضاً خاصة هذه أنا شفت أكثر من طبيب يتحدث عن استبدال القهوة صباحاً بالمشروب بالحليب الدهبي لفوائده يعني الكثيرة يعطيك العافية مرة أخرى شفتهاني صحتين وعافية لكل مشاهدينا جربوا وصفاتنا لليوم ودائماً تجدوا كل وصفات مطبخ صباحكم أجمل على يوتيوب كل الوصفات اللي كانت موجودة معنا نعود ونلقاكم في حلقة متجددة من صباحكم أجمل دمتم وداما اليمن بألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة